يقول أريد التوضيح فيما يجب على من يقول أن النافلة ليس فيها سجود سهو و أن السجد السهو في الفريضة فقط أبو هاشم من اليمن بارك الله فيك بالنسبة لسجود السهو يكون في عموم الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة سواء كانت فريضة أو نافلة فمن سهها في الصلاة فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو على حسب نوعية السهو الذي حصل و طرأ عليه إما زيادة إما نقصان إما شك نعم يجب عليه أن يسجد للسهو سواء كانت فريضة أو نافلة و ليس عندنا نص يخص الفريضة دون النافلة ما عندنا نص يجعل سجود السهو للفريضة دون النافلة بارك الله فيك